كتاب السيد نعيم قاسم كان واضحاً أن وقف إطلاق النار وتطبيق السبعةعة السفر واحد هو لا يمس لا سلاح الحزب ولا قدراته العسكرية وبالتالي كأن العملية متوازية ما بين الطرفين المتحاربين لكن هذا لا يعني بأن الحزب هو سيد القرار الحزب هو بات موجود تحت الوصاية الإيرانية وإيران هي التي لا تزال تربط غزة بلبنان نتيجة الضغط للوصول إلى تسوية تحفظ دورها في المنطقة من ناحية ومن ناحية أخرى هي تحاول أن تعصف بهذه المنطقة مجدداً ريثما تبلغ الولايات المتحدة رسالة تهدئة لإسرائيل كي لا تكون عمليات الرد العسكرية الإسرائيلية قاسية على تهران وبالتالي تهران كأنها تقدم تسويات على حساب لبنان وعلى حساب غزة هي فعلياً يعني من يرفع الصوت عالي وهي تقول أن الميدان هو الذي يحدد مصير المنطقة لكن في المقابل يجاوب نتنياهو وجنرالاته بأن لبنان أصبح هدفاً عسكرياً واحداً ومن هنا يحاول التعامل مع كل المناطق بطريقة المسح وما شاهدناه في النبطية هو عملية مصغرة عن المسح لأنها هي تشكل منطقة إمداد للداخل الجنوبي من ناحية الشرقي ومن ناحية القطاع الأوسط فبالتالي الإسرائيل يعمل على قطع الحركة على ضرب الناس على منع الناس من التواجد وبالتالي إلامهم خلال هذا الضرب المبرح الذي لا يشكل سوى نقطة في إجرام الدولة العبرية ولا أخلاقياتها لأن النبطية اليوم تشكل ذاكرة ذاكرة تاريخية للناس وهذه الذاكرة يحاول العدو أن يمحيها بواسطة همجيته وضربه وقتله للمدنيين العزل وحتى هو يستهدف ذلك من أجل إيلام الناس من أجل إيجاعهم شكرا جزيلا لك من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي